بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف الأول تأهيل لبرامج ومعاهد التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية اليوم مادت هنا رياضيات للفصل الدراسي الثالث عنوان درس اليوم استخدام بطاقة الصراف العلي كما تعودنا بداية كل درس هناك تعليمات موجهة لأسرة أبنائنا وبناتنا طلاب الصف الأول تأهيلي حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على وجود الطالب في مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة استخدام العبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن النقد للطالب متابعة الدروس اليومية المعروضة من خلال قنوات عين التعليمية اليوم سوف أحتاج إلى الكتاب المدرسي يجب إحضار الطالب والطالبة الكتاب المدرسي من أجل حل تدريبات أنشطات درس اليوم أهداف درس اليوم أولا أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية استخدام بطاقة الصراف الآلي أثنان أن يتعرف الطالب والطالبة على المهام التي نستخدم فيها بطاقة الصراف الآلي أن يحدد الطالب والطالبة أماكن استخدام بطاقة الصراف الآلي أين مكانها في حياتنا اليومية أن يتعرف الطالب والطالبة على ترتيب خطوات استخدام بطاقة الصراف الآلي مع الصرافة وآخر هدف أن يتعرف الطالب والطالبة على ترتيب خطوات استخدام بطاقة الصراف الآلي مع الشبكة نراجع ما تعلمته في درس السابق ماذا أشاهد أمامي؟ ما هذه البطاقة؟ ما هذه البطاقة؟ هل هي بطاقة شكر؟ أم بطاقة دعوة؟ أم بطاقة هوية وطنية؟ أسمي هذه البطاقة أحسنتم بطاقة الصرار الآلي هذه البطاقة نسميها ماذا؟ بطاقة الصرار الآلي تعرفت سابقا على شكلها وعلى ماذا تحتوي؟ تحتوي على ماذا؟ اسم المصرف اسم حامل البطاقة الرقم التسلسل للبطاقة رقم انتهاء البطاقة وأحرص دائما أن أتأكد من وجود شريحة البيانات في البطاقة تعرفت على بطاقة الصرار الآلي نكمل من أهداف في درسي اليوم أحضر كتابي المدرسي نشاط رقم اثنان صل بين بطاقة الصرار الآلي بالصورة المناسبة يوجد هنا صورة بطاقة صرار الآلي بطاقة الصرار الآلي أستخدمها من أجل ماذا؟ هل من أجل استخراج النقود؟ أم استخراج الأوراق؟ أستعين بالصور التي أمامي أستخدم بطاقة الصرار الآلي من أجل ماذا؟ من أجل استخراج النقود كما في الصورة التي أمامي أو استخراج الأوراق أحسنتم من أجل استخراج النقود التي أحتاجها في حياتنا اليومية بطاقة الصراف الآلي وضعت من أجل استخراج النقود أصل بين صورة بطاقة الصراف الآلي والصورة المناسبة له الصورة المناسبة له بطاقة الصراف الآلي وضعت من أجل استخراج النقود نشاط رقم 2 في الكتاب المدرسي انتهيت من حل النشاط انتهينا ننتقل الآن إلى نشاط رقم 3 في الكتاب المدرسي ألسق ملسقا أسفل مكان الاحتفاظ ببطاقة الصراف الآلي أين أضع بطاقة الصراف الآلي؟ أضعها في محفظة خاصة بها أم أضعها في شنطة المدرسة؟ أين أضعها؟ أحسنتم في محفظة خاصة بها أضع أسفل الصورة ملسقا أختار هنا نجمة أرسم نجمة أو ألسق ملسقا أمامي وضعنا سويا أسفل المكان المخصص للمحافظة على بطاقة الصراف الآلي وهي المحفظة الخاصة بها أختار الصورة الأولى التي تمثل المكان الصحيح للحفاظ على بطاقة الصراف الآلي انتهيت من نشاط رقم 3 انتقل للنشاط الآخر نشاط رقم 4 صل بين صل بطاقة الصراف بجهاز الصراف الآلي الآن نريد أن أرى جهاز الصراف الآلي ما اسم هذا الجهاز؟ ما اسم هذا الجهاز؟ ما اسمه أحسنتم؟ اسمه جهاز الصراف الآلي استخدم هذا الجهاز مع بطاقة الصراف الآلي من أجل استلام النقود تعرفته في درسي السابق على مكونات جهاز الصراف الآلي أريد أن أتذكرها يتكون من ماذا؟ أحسنتم من شاشة عرض من لوحة مفاتيح من إيصال لاستخراج الصورة وكذلك من ماذا؟ أحسنتم من استلام النقود أين أضع بطاقة الصراف الآلي؟ أتأكد دائما أن شريحة البيانات تكون بالأعلى تكون دائما بالأعلى لا أضعها بالأسفل أينما أحسنتم هنا المكان الخاص في بطاقة الصراف الآلي؟ أضعها بهذه الطريقة أحرص دائما أن يكون شريحة البيانات بالأعلى أنتقل لحل النشاط صل بطاقة الصراف الآلي بجهاز الصراف الآلي كما فعلنا بالنشاط أمامنا أين أضع بطاقة الصراف الآلي؟ أضعها بالهاتف؟ أم أضعها بالجهاز الصراف الآلي؟ أحسنتم أختاروا الصورة رقم 2 هنا أضع بطاقة الصراف الآلي بالجهاز المخصص لها جهاز الصراف الآلي تمكننا من تحقيق الهدف المطابقة الصحيحة؟ انتهيت؟ أنتقل إلى نشاط آخر نشاط رقم 5 ماذا يقول؟ السؤال ضع علامة صح أو إشارة صح إذا كان بالإمكان استخدام بطاقة الصراف الآلي من خلال شبكة المدفوعات أو نقاط البيع أريد أن أحضر لكم ماذا؟ جهاز أو شبكة نقاط البيع هل أستطيع أن أستخدم هذا الجهاز في نقاط البيع؟ هل أستطيع أن أستخدم هذا الجهاز؟ هل أستطيع أحسنتم؟ نستطيع أن نستخدم جهاز نقاط البيع أو الشبكة من أجل شراء المدفوعات والشراء هذا الجهاز نسميه شبكة نسميه شبكة يحتاج دائما إلى شبكة واي فاي لإجراء عمليات دفع أو نسميها نقاط البيع هذا الجهاز نستطيع من خلاله الدفع بالبطاقة الصراف الآلي هذا الجهاز نستطيع من خلاله الدفع بطاقة الصراف الآلي ضع علامة صح إذا كان بالإمكان استخدام بطاقة الصراف الآلي من خلال الشبكة ماذا قلت في البداية؟ ماذا قلنا؟ أحسنتم نستطيع استخدام بطاقة الصراف الآلي مع جهاز الشبكة أو جهاز نقاط البيع أضع إشارة ماذا؟ صح أم خطأ؟ أحسنتم أضع إشارة صح أسفل الصورة نعم نستطيع شراء المدفوعات من خلال الشبكة أنتقل للنشاط الآخر نشاط رقم ستة أبصم أسفل مكان استخراج بطاقة الصراف الآلي أين أستطيع الحصول على بطاقة الصراف الآلي؟ أين أستطيع الحصول على بطاقة الصراف الآلي؟ في البنوك أم المحلات التجارية؟ أين أستطيع الحصول على بطاقة الصراف الآلي؟ في البنوك أم في المحلات التجارية؟ أحسنتم أستطيع أن حصولوا عليها في أماكن مخصصة وهي البنوك أضعوا دائرة أو أبصم أو أضع إشارة نشاط رقم 6 حققنا الهدف اخترنا المكان الصحيح الذي من خلاله نستطيع استخراج بطاقة الصراف العالي وبهذا النشاط أختم درسي اليوم ماذا تعرفت اليوم؟ ماذا تعرفنا اليوم؟ اليوم تعرفنا على طريقة استخدام بطاقة الصراف العالي وحلينا جميعا أنشطة الكتاب المدرسي نكمل ما تبقى من درسنا إن شاء الله في الحصة القادمة شكرا جزيلا أبناء وبناتي لحسن استماعكم أترككم في رعاية الله